خلينا نحكي عن لعبة الفاينل اللي كل آياتنا كنا عم نحضرها اللعبة اللي كنتو عم تلعبوها كان هذه الوحدة مع نادي الكرامة اللي يمكن لأول مرة بتاريخه بالتواج بي كأس الجمهورية بكرة السلة حكيني عن هالالعاب الثلاثة اللي مرأت اللعبة الأولى كانت بالدمشق اللعبة الثانية كانت بحمص وأيضاً اللعبة الفاصلة بحمص كيف كانت هاي الألعاب كيف كان صداها عليكم قدي كان صعب انكم تلعبوا لعبتين متتاليتين يعني لعبة الكرامة الثانية كانت بعدها مباشرةً لعبة الفاصلة تماماً هلا أول شي بدي بارك لنادي الكرامة طبعاً وهارد لك لنادي الوحدة وجمهوره الكتير كبير يعني نادي الوحدة هو نادي بطولات ومعنو غريب عنه وصل للنهائيات يعني هذا وضعه الطبيعي هلا أول شي بس يعرفوا اللي عم يسمعونا ليش كانوا اللعبتين بحمص لأنه نادي الكرامة هو سعبئنا بالترتيب لحنا لعبنا الدوري المركز الكرامي طلع بالدوري كله مركز ثاني ونحن رابع فدائماً لترتيبه قبل الثاني بيلعب بأرضه اللعبة لزيادة هلا لعبة الشام نزلنا ما كنا مركزين أبداً نزلنا مستعجلين على الفوز فهذا الشي نعكس علينا كتير وراحة اللعبة من بين إيدينا لعبة يوم الجمعة كنا نزلين يعني ما عنا أي خلاص ما عنا شيء نخسره يعني كنتوا عم بتقاتلوا يعني اللي حضر اللعبة يعني فيه كان إقتال من كل لعب يعني المدرب مشكورين لأكبر لاعب للأصغار لجهاز الفني لأي حدا كان معنا يعني نحنا ما بتخيل عدفتنا على الصالح وشفتنا جمهورنا قديش هيكي يعني حزب قلبنا إنه هالعالم طلعت مشاننا وإحنا خسرانين فرق كبير بالشام وأجوا كرماننا عن جد كل لعب أنا شفتهم وكل لعب عطى قدمى في اللعب واللي ما لعب والحمد لله قدرنا نربح يوم الجمعة هلأ يوم المباراة الفاصلة ما كنا مركزين أبدا صار في شوية إرهاق هلأ في صعوبة بالموضوع كونه هي اللعبتين متتاليتين حتى الفنيا ما بتكونوا مرتاحين الجسم ما لحق يعمر يكفري للسامني هو وهذا شيء ما فيك تقول أنه هو علينا وعليهن بس إنه مرتاحين كونه صالطون هاي ومتعودين عليها لإحنا شوي مو شوي يعني كتير تعزبنا بالصالح كونه الأرض شوي كانت سيئة الحالة السلات الشوب يعني العالم اللي كانت هناك كان الضغط مو معقول يعني إحنا للتياب عم نعصرها كلنا يعني كتير كتير كان نضايقنا الجو هونينك حتى مثلا ما عم نق بين الشوطين عم نطلع نقعد برا للشم هوا كان في صور تتناقلوها على مواقع التواصل هي وإنتوا برات الصالح وعم في جمهور عم يكبتلكم مي أكيد إحنا جمهور رحدي عمل لها كان معنا بشكل مو معقول يعني عم كان عم يهويننا متل ما بيقولوا وعم يغسلونا بالمي فكانوا معنا عن جد من كل قلبهم يعني أنا بدي تشكرهم كتير كبير لجمهور رحدي مجد الصالح كانت سيئة بصراحة خلينا نحكي شو اللي كان سيئ فعليا أول واحدة ما في تهوية ما في تبريد بمكان معين حتى يعني حتى الجو العام بالصالح يعني إحنا صارت فيحاء أكبر يعني أنا حضرت لعبة حضرت لعبة الأولى اللي كانت الزهاب برعبة الفيحاء حقيقة كان شوب جدا بس يعني يمكن كبر الصالح بيتحمل أكتر طبعا إحنا صارت فيحاء كبيرة حتى الجمهور الكرامي عم يجي قبل بثلت ساعات وجمهور رحب ثلت ساعات يعني حتى بالدخول حتى على اللعبة عم يكون دائما في ضغط بس نرجع للشي الفني هلأ الشي الفني اليوم اللعبة التالتة يعني رجعنا رجعنا متل أول مباراة اللي خسرناها استعجلنا على الفوز ما لعبنا مع بعض كتير كنتوا واسقين من حالكم شوي زيادة هو واسقين لحنا شوف كأفراد لحنا فريقنا كأسماء وكأفراد فريق كتير كتير قوي بس لحنا أحيانا ما عم نلعب مع بعض يعني كانت هاد أحد مشاكلنا يوم عم تلعب نيوم الفريق عم يلعب مع بعض وعم الدور الطابة من إيد لأيد لحنا نربح لأي فريق بالدورة ونحن ربحنا على الكرامة بالشام وربحنا على الاتحاد بالشام وربحنا على كل الفرع تقريبا يعني كان في مو استرخاء شوي كانوا هني النازلين ذهنيا أحسن منا محضرين أحسن منا كونه عم يقاتلوا لأول لقب إلون وبأرض ونو بين جمهورهم نزلوا محضرين أكتر منا لحنا يوم الجمعة يعني كان تقول إنه خصص هذا الدورة بالنسبة لنا كان لازم نخاني أكتر على لعبة يوم السبت اللي هي الفاصلة بس كان في تعب واضح على الفريق وحقيقة حتى حتى يعطى لكلمين حق أو كان أداء متميز جدا يعني له بنادي الكرامة فريق أسماء بعناصره منيحة فيهم خمسة ستة لعبين منتخب سوريا بالإضافة لعبد لهاب الحموي اللي عم يعمل دائما هابو عم يعمل فرق كثير كبير عم يعمل فرق للفريق اللي عم يكون فيه الواحد يكون واقع يعني